السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نشوف ودي منصة او بتسهل عليك الشغل مع الخريق في مشاريع طيب اولا بتفتح صفحة بتخش على تمام فبتيجي هنا البروجيكت بقول لك تعايز سيرفر يكون اني سيرفر تمام نورس امريكا ولا اوروبا ولا اسيا ولكم مسلا اختار ما اه اسيا طيب هنا بيقول لك تعرض المشاريع ازاي طيب اقول له نيو وقول له ان انا عايز اسمي المشروع ده مسلا باندة و البروجيكت بصورة للمشروع بتعمل ابلود للصورة وعايز يكون السيرفر بتاع فيل والاورشيب طبعا برسنال اللي لو انت اشتريت نسخة وبعد كده بيقول لك اعمل وحدد التاريخ البداية والتاريخ النهاية طبعا الحاجات دي ممكن لكلها آآ نغير فيها زي ما احنا عايزين بدأ يفتح لك المشروع بالشكل دوت دوت دي هنا تخطيب فيلك القايمة في الجنب طيب لو انا جيت هنا قدست هنا بيفتح لي بيقول لك ترينبل كونكت فور ويندوز تقدر تحمل الترينبل كونكت وتشغيل عليه ويندوز بدأ ما تشغيل عليه من المتصفح ممكن تحمله على الموبايل سواء اندرويد او آآ آيفون ممكن تحمله فور ميكس او كونكت سينك هو يكون موجود على الديسكتوب وهيعمل آآ تنظيم للملفات او تزامن للملفات تمام وفي نسخة موجودة للريفت تقدر استطاعها حيث لما تفتح الريفت تقدر ترفع الملفات بتاحتك آآ آآ على الشبكة نوجودك طيب لو جيت هنا مايبروفايل تدخل بها على البروفايل بتاعك الاسم والايميل وتقدر تغير الباسورد ودي التليفون تمام اهوت زيل زيلو تسعة سبعة رفعة سبعة 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 اتمنى رفعة زيلة 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 تمام اللغة لسه اسف لسه بشعر بي ان شاء الله ننعربها الدولة التايمزون الورد الجوب تايتل وتسيف المعلومات بتاحتك ندوس هنا عشان نشوف المشايع لو دوست هنا هيبدأ يتضرغ لك بالديتيل او هنا هيبدأ يجيب لك صورة انا سرع بفضل موضوع الديتيل ممكن تيجي هنا و تقول له leave the project او use as template for a new project انا عايز اخطت copy او اصدام كتمبلت لمشروع اخر حسب تنظيم في الدروس الجاية هنشرح حاجات دي بالتفصيل ان شاء الله